مثلا كانوا هم خمسة مات واحد نعتبرهم خمسة بنوزع التاركة على الخمسة وبنطلع نصيب كل واحد نصيب الابن اللي مات ده اللي هو الخامس ده بنطلعه من التاركة مثلا التاركة عن دينامية خد هو عشرين العشرين دول هيروحوا فين لأولاده يتوزعوا عليهم للذكرة مثل حظ الأنسائي باقي بعد كده التمانين التمانين دولي تاركة مستقلة نبدأ نوزعها تاني على الأربعة يبقى هنا الوصية قبل التاركة وبتأخذ من التاركة قبل الميراس وبتأخذ من التاركة قبل توزيع الميراس أمور دي إحنا وسداد الدين لكن تعالى دلوقتي نتخانق ونتنازل بس الدين بيكون قبل الوصية الدين طبعا قبل الوصية الدين قبل الوصية سواء كان دين لله عز وجل أو للعباد وتجهيز الميت سداد الدين الوصية الميراس إحنا بنبدأ الآن يدوب ندفن ونتخانق ونتصارع ونتخاصم على الميراس فين الديون اللي على الوالد نبحث عنها ونسددها عشان نرفع المسؤولية عنه هو في القبر فين الوصية اللي وصى بيها يبقى لابد نبحث عن هذا هذا من البر بالوالدين بعد موته هل ده لي أثر على المتواصل وإنفادوا عهدهما من بعدهما ده لي أثر على المتواصل بياخدوا ثواب وهو بياخد ثواب يبقى ثواب أنا فعلت كذا وكذا وخرجت كذا وكذا وكذا لأولاد لهم ثواب والوالد أو الوالدة أو الوالدين لهم ثواب ولا يأخذ هذا من نصيب ولا ينقص من حقوق شيء